السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صد الله وقاتكم متابعين قناة حلاتكم ونوعات عامة عزيز المتابعين اليوم جيناكم بحلقة جديدة وإن شاء الله تنهل أعجابكم طبعا كلية نلاحظنا في الأول الأخيرة تم تحديث تطبيق اليوتيوب تحديث نسخة تطبيق اليوتيوب تمام فبهذا التحديث صار بعض الخلل أو بعض التعديلات أو ما يشابه بأتوقع أتوقع بأنه خلل ما في شركة اليوتيوب وربما يتصلح في يوم أو اثنين أو أكثر أو أقل فطبعا نحن أنا لاحظت من كم يوم بكزة ميزة راحت من تطبيق اليوتيوب طبعا أول خلل أو أول مشكلة هي تطبيق هي الخاص غير متوفرة الآن في تطبيق اليوتيوب كنا سابقة نرسل رابط الخاص مباشر أما الآن فلا نستطيع أرسال رابط الخاص طبعا لقينا الحل والمشكلة وحلناها بإرسال إنشاء مجموعة وإرسال رابط المجموعة لأشخاص لا يدخل ضمن المجموعة ويصير صديق في اليوتيوب على الخاص تمام؟ وموجود الرابط بالوصف موجود رابط الفيديو والشرح أما المشكلة الثانية فهي مشكلة تغيير الصورة الشخصية والغلاف طبعا كنا نعرف إذا دخلنا نحن على قناتي دخلنا مثلا على تعديل الصورة الشخصية أو الغلاف فغير متوفرة أداة التغيير أو ميزة تغيير الصورة أو الغلاف طيب كيف نحن رح نغيرهم ربما نضطر لتغييرهم طبعا هي شيء أساسي إنه تثبتهم وانتهى ولكن هذه الميزة غير متوفرة مثل القنوات الجديدة رح تفتح فما رح تستطيع أنه تغير الصورة من قناة ليتيوب فأنا اليوم جبتيكم حل وإن شاء الله ينال أعجابكم رح نتوجه كليتنا على استيديو منشئي المحتوى هذا موجود ضمن جوجل كروم طبعا جوجل كروم عزان متابعين هام لكل قناة طبعا أنا واحد الناس لفترة أخيرة من فترة الأخيرة حتى تعرفت عليه ودخلت عليه طبعا هذا جوجل كروم كتير مهم جدا لكل صاحب قناة ليدخل يشوف قناته ويشوف أشعارات حقوقه والنشر ويشوف كم ساعة ويشوف الإحصائيات بشكل دقيق على جوجل كروم طبعا هرح نعمل حلقة كاملة عن هذا التطبيق طبعا منشئ القنوات المبتدئة أو الحديثة اللي على غير علم بهذا التطبيق ندخل على جوجل كروم بنعطي على طبعا نضغط على ثلاث نقاط الموجودة في الأعلى بيعطينا العرض بإصدار سطح المكتب بنعطيه أوكي تمام ندخل على مكتب يوتيوب أو مندخل على يوتيوب فتظهرنا هاي الصفحة تمام هاي الصفحة الرئيسية لليوتيوب نضغط على إشارة القناة الموجودة في يسار الشاشة بيعطينا استيديو منشئي المحتوى نضغط على استيديو منشئي المحتوى نضغط على أعزائي المتابعين هاي هوني شكل استيديو منشئي المحتوى هون عندك مدير فيديو بث مباشر منتدى وإلى آخره نحن نطلع على الأعلى موجود عنا تحت الاسم مباشر جانب الصورة الشخصية مشاهدة القناة فنضغط على مشاهدة القناة بياخدنا على شكل القناة على اللابتوب أو جهاز الكمبيوتر تمام هذا هو الشكل اللي بيظهر على اللابتوب أو جهاز الكمبيوتر شكل القناة فنحن نضغط مثلا على الصورة الشخصية فنفس مبدأ القناة من الموبايل تغيير الصورة نضغط على الصورة فرح يطلعنا هاي كاميرا ورح يطلعنا تحت هوني إنه رمز قناتك مرتبط بحساب جوجل وقد يحتاج رمز جديد إلى بضع الزقاق للظهور على قناتك بنعطي تعديل نحنا هيك رح نعدل نحنا الصورة أو نضيف الصورة يعني إن جيت للإضافة نفس العملية وإن جيت للتغيير نفس العملية فهون بيطلع لك كذا صورة مقترحة من الستيديو مثلا أواخر الصور اللي نزلت في الستيديو أو بيعطيك هوني بدون صورة تحت خيار بدون صورة أو بيعطيك تحميل صورة من المعرض اللي موجود عنا في الموبايل فنحنا رح نختار نحنا هي الصورة مثلا صورة بروفيل لاحظنا نحنا عدلنا على شكلها مثلا تدوير تصغير تكبير مهم نعطيه تم عند الاعتماد نعطيه تم فهيك نحنا بتغير عنا شكل الصورة الشخصية فنتوجه نحنا على صورة الغلاف كمان نفس العملية نفس طريق التغيير طبعا نحنا شرحين فيديو كامل عن تصميم صورة الغلاف وكيفية تصميم صورة الغلاف نضغط عليها على صورة الغلاف بياخدنا على هذه الخيارات تحميل صورة صورة المعرض تحديد صورة من جهاز كاميتر بتعطيه اوكي مستندات تضغط على مستندات بياخدك على الاستيديو اللي موجود في الموبايل تعطيه انتي الاستيديو مثلا تختار صورة من الصور مثلا حددنا هاي الصورة جاري التحميل فتصير تتحمل الصورة طبعا بعد ما يعطينا جاري التحميل بيعطينا ستبدو صورة قناتك مختلفة قليلا على جميع الأجهزة المختلفة فيما يلي بعض هذه الأمثلة سطح المكتب يعني جهاز اللابتوب او الكمبيوتر رح يطلع عنا صورة الغلاف بهذا الشكل على سطح المكتب وصورة الغلاف رح تطلع عنا مثلا على التلفاز اذا شاهدنا القناة على التلفاز رح تطلع عنا بهذا الشكل تمام اما على الموبايل فرح تطلع عنا بهذا الشكل نحن هون فينا نعاين الصورة اذا مناسبة على الموبايل لانه اغلب الناس صارت على الموبايل تمام انتهينا من المعاينة انتهينا من المعاينة جينا لتحت مكتوب ضبط اقتصاص الصورة تحت تحديد نعطيه تحديد فتعدلت عنا صورة الغلاف فورا المتابعين لهون انتهينا من حلقتنا طبعا ما نسيت احطي لكم رابط الفيديو تصغير حجم صورة الغلاف والتصميم صورة الغلاف احترافي تحت بالوصف ورابط فيديو ارسال رابط الخاص موجود في الوصف فبتمنى تشاهدوهم وتكتسبو خبرة الى الامام اتمنى لكم مشاهدة ممتعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته